سيكيوريتي ونبدأ على بركة الله يحيى يشتغل في مجال السيكيوريتي ونستغل هذه الفرصة كي يحكي لنا شيئا ما على هذه المهنة الجميلة لكثير من الناس يرغبون بالعمل بها لكن في البداية خلونا نتعرف على يحيى يحيى عرفنا بنفسك أهلا وسهلا فيكم أنا يحيى من سوريا مقيم بإلمانيا من 2015 ودخلت مجال كورس لغة وتعلمت اللغة وعندي بي أينس شهادة بي أينس وعندي شهادة في ودغيسش أ سيكيوريتي وملتحق بدورة سيكيوريتي وعب أشتغل كله تمام روعة يحيى ضروري أن تخبرنا شيئا ما عن مهنة السيكيوريتي أنت تشتغل كما قلت لنا جاي من دولة سوريا الحبيبة يعيش في ألمانيا منذ 2015 حاصل على الإقامة أي إقامة عندك يحيى؟ هل عندك إقامة ثلاث سنوات أول مرة أم حصلت على إقامة سنة؟ طبعا عندي الإقامة أول شيء أجيتني إقامة سنة بعدين أجاني إقامة سنتين بعدين أجاني إقامة ثلاثة إذن يكفي إلى الواحد عنده البي أينس أو عنده الابس بالضبط بالضبط يكفي جميل جدا بالضبط لما الواحد يأخذ شهادة مثلا البي أينس ما هي الخطوات اللي الواحد يعملها فيما بعد؟ قلت حكيت لنا على كورس إثنين وثلاثين أو تسوين ودغيسيش آر أفير ودغيسيش آر هذا الكورس أستاذي الكريم هذا الكورس مجرد بس جمعة كاملة يعني الكورسات بتروح كل نهار يوميا بتروح الكورسات على مدة أربع ساعات ونص بتنتهي بعدها بيعطوك الشهادة بقولولك إذا بتحب تقدم الليبنز لو في تبعتك الإسيرة الزاتية نحن نقولها بتحب تكتوب فيها أنه أنت معك شهادة أفير ودغيسيش آر وبتقدم للشركات والشركات بقولك بتصدق فيك يعني بقولك تفضل لعنا نحن بدنا نحكي معك ونستقبلك عننا بالشركة عننا وتشتغل عننا طبعا مثل ما صار معي رائع إذن كما سمعتم أصدقائي أول شيء تكون عندكم اللغة لا يهم إذا كانت لغة أطسفاي أو بي أينس لكن دائما أحسن لوحد تكون عنده البي أينس ثاني شيء كما قال لنا يحيا ضروري أن تعملوا كورس اسمه أربعة وثلاثين آر فيغون دغايسيش آر عندما تعملون هذا الكورس بعد ذلك يحق لكم أن تشتغلوا في مجال سيكيوريتي الأهم والنقطة المهمة يحيا أين ممكن الواحد يعمل هذا الكورس بأي مكان بمكان شتودكارت عنا بولدنا باديم فوندنبرغ بشتودكارت إيهاكا بالنسبة للناس التي لا تعيش في شتودكارت يعملوه في أي إيهاكا يعني الناس اللي تتعيش في هامبورغ تعملوا في إيهاكا اللي موجودة في هامبورغ الناس اللي في بيرلين في الإيهاكا يعني الإيهاكا على كل مستوى بالضبط بشكل تمام بالضبط كم مدة الكورس قلت لنا ستة أيام ستة أيام ستة أيام إذن كما سمعتم الكورس يعمل في الإيهاكا أي إيهاكا كيفما كانت نحن هنا عدنا بشتودكارت يحيا عملو في الإيهاكا الخاصة بشتودكارت في أي مدينة التي تعيشون فيها تعملون فيها هذا الكورس مدة ستة أيام كم تمن الكورس التمن الكورس ثمانمية ثمانمية وخمسين ثمانمية إلى ثمانمية وخمسين يورو أصدقائي هو ثمان الكورس وتسألون في الإيهاكا الإيهاكا إندوستخي وند هندلس كما يحيا لما حصلت على هذا الشهادة بتاع فيغوند غايسش آ 34 آ عملت سيرة ذاتية قلت لنا لبنسلاف وأرسلت لي العمل كيف العمل؟ واحد ممكن يوجد عمل بسرعة؟ موجود بعمل بسرعة يعني بشكل لا يوصف العمل بسرعة يوجد بإلمانيا طبعا بسرعة بي تكون معك الشهادة يوجد العمل بسرعة رائع وهل العمل متعب أم أنه ليس متعب وممتع طبعا العمل متعب الغاية نوع فقط بدك توقف يعني أنه تطلع العالم وتطلع الزملاء تطلع رفقاتك شو مدهم شو لازمهم طبعا أنت بمتدئ بدك تتعلم على الشغل وطبعا شوي شوي تعلم يعني ما سأله عليك إذن كيف ما سمعتم العمل ممتع لكن ممتع يحيى عنده خبرة كبيرة في هذا المجال ومعروف عندنا هنا في المنطقة لأنه واحد من الناس المحبوبة في المنطقة وشغله دائما رائع وجميل المرتب كثير من الناس الآن يريدون أن يعرفوا المرتب هل المرتب جيد ضعيف طبعا 1500 يورو يعني بيجيك نتو يعني صافي بيجيك بالشهر 1500 يورو نتو طبعا نعم ممكن يتحسن المرتب طبعا إذا بتحسن وتجيك العقد المفتوح للي هو أمبر فريستات وقت بيجي أمبر فريستات التراتب بتتحول لشكل يشويك الإضافي يعني بيجيك 200-200 إضافية كل شهر يعني مونتلش كل شهر رائع إذن كما سمعتم المرتب في البداية لا بأس به 1500 يورو نتو صافية يعني من كل الضرائب ممكن الواحد تيجي مع الخبرة ومع الوقت ومع الزمن يتطور المرتب ويصبح 1700 يورو 1800 يورو نتو يحيى كلمة أخيرة للمتابعين بتمنى للمتابعين بتمنى كل التوفيق والاحترام والمحبة وأقولك كمان أستاذي الكريم شكراً كتير لك وفرصة سعيدة خلينا ياك يا رب شكراً شكراً أخ يحيى شكراً كتير لكم شكراً لكم شكراً على المتابعة أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الفيديو قد فادكم وأفادكم ببعض المعلومات إذا عندكم أسئلة ليحيى اكتبوها أسفل الفيديو وإذا رغبتم ممكن أن نعمل حلقة تانية مع يحيى ونسأل ونطرح عليه أسئلتكم أصدقائي تحياتي للجميع شكراً لكم السلام عليكم إلى اللقاء يلا يحيى نمشي يلا أتمنى أصدقائي أن تكون قد أعجبتكم الحلقة كل مرة إن شاء الله سوف نحاول أن نقرب الناس من الشباب الناجح والشباب الطموح إذا عندكم قصة إيجابية أو حتى لو كانت قصة سلبية أمر نفيد فيه ونستفيد منه ما عليكم أصدقائي سوى أن تكتبوا لي على الإيميل الذي يوجد هنا وتكتبوا لي قصتكم وإن شاء الله يا رب أستطيع أن أتواصل معكم في أقرب وقت ويمكن أن نعمل موعد ونعمل أيضاً حوار ونصور نجاحكم أو نصور حتى المشاكل التي تعيشونها سأكون جد شاكراً إن دعمتم القناة بإعجاب ونشرتم الفيديو كي تعمل فائدة شكراً لكم تعالوا معي شوفوا 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 من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا مرحبا سيطرون سيطر؟ مرحبا سيطرون سيطرون اشتركوا في القناة وضعوا في القناة ولكن لن أشترك ولكن لن أشترك شكرا